كان فيه فيلم لعاد الإمام اسمه أمير الظلام طبعا يعني كلنا فاكرينه الفيلم ده عاد الإمام هو ومجموعة من الشباب اللي معاه طلعوا يجروا في الشارع كده وقالعين هدومهم كانوا بيستحموا في النفورة تقريبا وكانوا بقولوا ان ده اسمه مولد سيد العريان وبلغت الناس تقلع معاهم ويمشوا بالشرطات في الشارع لان ده مولد سيد العريان شهر يونيو غير ان هو شهر النكسة قلنا خلاص التاريخ تغير خمسة يونيو هو ميلاد محمد صلاح هو دفن محمد صلاح وثلاثين ستة هو ميلاد محمد صلاح لكن عند النظام المصري ده مولد سيد العريان ايه مولد سيد العريان ده مولد الشتيمة الإخوان على نفس الوزن يعني ففي ثلاثين ستة بيبدأ نظام عبد الفتاح السيسي انه يحشد قواته الإعلامية والأمنية والاستخباراتية والرسمية والغير رسمية عشان نعط شهر كامل نشتم الإخوان المسلمين اللي انتصرنا عليهم من عشر سنين وعملنا عليهم تلاتين يونيو والجيش كان المخلص والسيسي كان المنقذ وانتصرنا وعبرنا والتلاتين مليون نزلوا في تلاتين يونيو وكانت ليلة جميلة جدا وشهداء تلاتين يونيو اللي ماتوا في تلاتين يونيو والكلام الحلو ده طيب اللي حصل ايه انه هم فعلا بدأوا مولد شتيمة الإخوان من واحد ستة ومحمد الباز عمل برنامج اسمه الشاهد بدأ يستضيف فيه ناس من اللي شاركوا في إسقاط الإخوان سامح عشور خالد يوسف مش عارف ايه على اساس بقى ان دي شهادات موثقة للتاريخ فهم بقى هنا بيسطروا التاريخ تمام انا مش هعلق يعني وبعدين بدأوا يعملوا كان بقى فيها اشتاجات جاهزة وترندات هتطلع وشغلوا احمد موسى كان هيقابل من هنا ونشأة الدية هيقابل من هنا وهيبقى فيه بقى حملة كده لطيفة تشعر انها مش منظمة تشعر انها صادرة من حس وطني عميق يعني عارف انت طلع من جوة يعني كويس بعدين فجأة يا شاء الله ان تحصل الحادثة بتاعة محمد صلاح فاتت قلب الدنيا على دماغهم فيبقى الموضوع مبتزل ما همولد شتيمة الإخوان في الوقت ده الناس هتقولك انت فيه ولا فيه ما تتليهي على عينك وخلينا نتكلم على الرجل اللي عمل العملية دي اخوان ايه دلوقتي ما خلاص سيبك من الاخوان وركز معنا هنا عدى يوم والتاني والتالت بس دي للكذا عمره ما يتعدل فهم مش قادرين مش مستحملين الحملة نزلة الاسكريبت جاي لهم يا ضيق رشوان لازم تحول دفة الحوار الوطني على الاخوان حاضر يا فندم يا احمد يا موسى اشتغل على الاخوان حاضر يا فندم نسوهم الازمة الاقتصادية واشتموا في الاخوان عايزين نرجع للحس الوطني الجميل بتاع يونيو ويوليو 2013 اللي هو من عشر سنين فناس عايشة على احلام واوهام الماضي اللي حصل زي ما قلت لك محمد صلاح فمستحملوش فرجعوا مبارح بالليل مرة تانية بعد ما موضوع محمد صلاح بدأ يهدى شوية لمولد شتيمة الاخوان وهنا تصدر ضياء رشوان منصق عام الحوار الوطني المشهد تعالوا نسمع لي المحنة هنا مع المجتمع طبعا الأستاذ ضياء طالع بينظر يا أستاذ ضياء محنة المجتمع حاليا مش مع الاخوان محنة المجتمع مع سيادتك ومع رئيسك ومع رئيس مخابراتك عارف ليه؟ لأنه في شاب مصري انت قلتوا عليه انه كان بيطارد مهربي المخدرات وبيدفع عن الحدود لغيته العزة بتاعه ودفنته سكيتي ومنعت الناس تصور مع أهله واعتقلت أهله فإن كان فيه مشكلة للمجتمع مع أحد فهي مش مع الاخوان كلام ده كان في 2013 2014 والنعيق الإعلامي اللي كان شغال أيامها والكلام ده كله كان ممكن نتكلم فيه لكن دلوقتي انت بتكلم بعد عشر سنين يا ضياء بعد عشر سنين فشلتم ويعني بهدلتوا البلد وأغرقتموها في الديون وبعدين جاي تكلمني عن الاخوان خلاص الكلام ده ما بقاش يجيب كلام ده ما بقاش يجيب مع الناس حتى مؤيدينكم حتى الناس اللي تبعكم الموضوع بقى مبتذل يا ضياء الناس عندها مشاكل اقتصادية كلمهم عنها أو لو هتكلمهم عن الوطنية وعن النسيج المجتمعي ففي جزء من النسيج المجتمعي راح بيت محمد صلاح عشان يعزي في بطل من وجهة نظرهم في شهيد الواجب من وجهة نظر النسيج المجتمعي المصري اللي انت طلع تنظر باسمه فقوات الامن اللي انت شغال عندها يا ضياء منعتهم فمين اللي عنده مشكلة مع النسيج المجتمعي مش الاخوان وخلي بالك انا قلت الف مرة انا مش من الاخوان المسلمين وما بكلمش بلسان الاخوان المسلمين ومش بدافع عن الاخوان المسلمين وان كان الدفاع عنهم او عن اي مصري مظلوم هو وازب وطني يعني الواحد يفخر ان هو بيعمله بيدافع عن الاخوان او عن عبد فتاح او عن احمد دومة أو عن أي حد مظلوم أصاد هذا النظام القمعي طيب الهوجة بتاعة مولد شتيمة الإخوان عند النظام المسجي تسدى والله هو برضو مولد سيد العريان ما هو النظام العريان اقتصادياً وسياسياً فهو عشانه نظام عريان اقتصادياً وسياسياً فبيعمل مولد شتيمة الإخوان تمشي برضو مع بعض مختار نوح رجل الموالد اللي زي دي لما يبقى فيه مولد فيه شتيمة إخوان هيجيبه مين أحسن من مختار نوح ما ديقوا نسمع لي يا جماعة الراجل الله يرحمه مات يعني هل من المروءة والشرف أنه يطلع يعني الكائنين خليني أكون مهذب يعني الكائنين دول بالشكل اللي انتو شفتوه ده عشان يقول لك هو لا كان ينفع برلماني ولا كان ينفع رئيس يا جماعة طب الراجل خلاص الله رحمه ما تتكلموا عن اللي في ايديك ما تكلمونا عن الرئيس الحالي هل الرئيس الحالي ينفع يبقى رئيس هل ينفع يبقى محافظ أصلاً هل ينفع يعني قائد وحدة ده كان ظابط نيتن بشهادة سامي عنان وهو اللي قال على نفسه كده فما تكلمونا عن الحاضر اللي احنا فيه فكوكو بقى الرئيس مرسي خلاص طلع عند ربه يعني ان كان محسناً يعني فربنا خلاص هيوجازيه بالإحسان إحساناً وان كان مسيئاً فخلاص هو عند ربنا مش كده ولا يعني لكن هو مولد شتيمة الإخوان المستمر ضيارة شوان رجعنا له تاني وهو بيتكلم عن الإخوان المسلمين والحوار الوطني تعالوا نشوف قال ليه على إخوان تركيا وعلى إخوان لندن وعلى إخوان سويسرا انهم يطلعوا ردوا يا جماعة لو هو فيه التلاتة إخوان دول يعني يعني أنا معرفش مين إخوان سويسرا أصدو على مين مش عارف يوسف ندى ولا مين اللي عرفوا أن يوسف ندى بس هو اللي هناك فلو انت حسب أن يوسف ندى وراه جزء من الإخوان فمعلوماتك غلط يا ضيار إخوان تركيا وإخوان لندن يعني كان فيه الكلام ده لحد ما قال أستاذ إبراهيم مونير الله يرحمه توفي وبعدين خلاص اللي عرفوا أنه بقى فيه إخوان يعني نسيج واحد وفيه مجموعة موجودة لسه في تركيا بتقول إن هي برضو الإخوان فبرضو لو دول أو دول يطلعوا ردوا على ضياء أنا نحن ما عنديش معلومة هل هم حاولوا يشاركوا في الحوار الوطني ولا لا وإن كنت أشك في ضياء رشواني يعني بس أنا معجب قوي بالمزيع اللي قاد معاه لما هو بس اداله الكرة كده فالمزيعهم شايط قالوا آه طبعا أكيد 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 كانوا عايزين مش عارب أنا بحب قوي المزيع اليون الشلبي في نفسه ده اللي هو بيهز راسه جاي بضيف عشان يقضي يهز راسه الحمد لله إن المزيعين بتوعنا بيقفوا عند الحد ده لإن فيه الإكستريم بقى اللي هو الأستاذ يوسف الحسين اللي هو بيقف انتباه كده لما فخمت الرئيس يدخل معاه ويقف ساعة ونص عامل كده يهزله في دماغه ويقول له أنا بنحني لك فشيء كده غريب يعني بنشوفه في أماكن معينة مش في وسائل الإعلام تعالوا نشوف أزمات أغفلها ضياء رشوان والحوار الوطني بعيدا عن مولد شتيمة الإخوان اللي هم هيبدأوا يشتغلوا فيه وهو تأخر شوية زي ما قلت لك عشان محمد صلاح وهيكملوا لحد تلاتين ستة وتلاتة سبعة في نفس المولد الحقير ده تعالوا نشوف كده إيه الأزمات اللي أغفلها ضياء رشوان أو خلينا كون دقيق التي لا يجرؤ ضياء رشوان أن يتحدث عنها نرجع الوراء شوية ونشوف الهجوم والاعتداء على انتخابات نقابة المهندسين هو سيادتك فين يا سيادت المنسق العام يا دكتور ضياء إحنا ليه ما سمعناه صوتك في موضوع نقابة المهندسين ولا برضو دي وراها الإخوان اعتقال أقارب المرشح المحتمل للرئاسة أحمد تنطاوي الله مش ده حوار وطني ولا أنتم مش فاضين لأن المولد بيبقى المزيكة صوتها عالي شوية والنعيق صوته عالي شوية طيب اعتقال وإخفاء الناشط معاذ الشرقاوي ده يا جماعة أصدقاء معاذ الشرقاوي كل يوم كانوا بيمنشنوا الحق ضياء رشوان ولا حياته لمن تنادي ضياء ما كانش سمعهم مدجي تقريبا طيب كمان حادثة الحدود مع الأراضي المحتلة والمجند المصري محمد صلاح قال لما اسمعناه صوتك يا أستاذ ضياء يعني هو الراجل ده شهيد الواجب ولا مخرب زي ما إسرائيل بتقول ولا كان بيطارد مهربي مخدرات ولا إيه بالزبط يعني نتمنى برضو حرتك تدلو بدلوك طالما أنت الدلو بتاعك ما شاء الله مليان شتيمة لفصيل معين طب يعني دلدق علينا شوية أستاذ ضياء يعني عارف أنت كب من الجردل بتاعك شوية كده عشان نسمع برضو رأيك في القضايا دي صحفيون معتقلون في سجون السيسي عايزين نسمع صوتك برضو عن زمالك الصحفيين يا أستاذ ضياء أنت كنت نقيب سابق يعني للصحفيين لكن الأستاذ ضياء الحقيقة بيسمعنا صوته في بعض القضايا الخاصة جدا والحساسة جدا تعالوا نشوف الأستاذ ضياء بيتكلم عن إيه وعودنا يتكلم عن إيه الفترة الأخيرة الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة الدستورية إحنا يا جماعة جايين هنا شوية عرايس ما تودوناش في داهية طب يا أستاذ ضياء الحوار الوطني هيفتح قضايا حساسة مثلا وهتتكلموا بقى عن الحكومة واللي بتعمله والمشاكل والحاجات دي الحقيقة لا إحنا مش هنتكلم عن حاجة خالص وما نتتكلموا عن إيه تعالوا نشوف كده الخبر الجاي ضياء رشوان كان بيقول الحوار الوطني وظيفته يعمل إيه بالزبط الحوار الوطني لا يهدف لمحاسبة الحكومة إحنا ما بنحاسبش الحكومة حاشة إحنا أبدا ما ينفعش نقرب من الحكومة قال إن إحنا هو تعليقا على مهاجمة النائب أحمد بلال لممثل الحكومة جلسة الحوار الوطني قال إحنا هنا لسنا لمحاسبة الحكومة إحنا ملناش علاقة يا جماعة دياء رشوان عبارة عن عروسة مارونات جايبينها أو خليني أقولها بقى من الآخر بصراحة كنت باحترمك يعني بس حبارة عن منديل كلينيكس والمنديل الكلينيكس تم استخدامه الفترة الأخيرة كتير فخلص بقى خلاص يعني خلص حانى وقت رمي هذا المنديل الكلينيكس عشان نخلص من ضياء رشوان والصداع اللي عمله